من جديد أصبح عليكم بالخير وأصبح على ضيفي عبدالله أصغر تقني أجهزة ذكية صباح الخير وحياك الله في سيديو نبشا يضحر الله يحييك وطبعا أكيد نقول الحق كل المشاهدين صباحكم الله بالخير واليوم أكيد كالعادة نحن راح نفيدكم في المعلومات إن شاء الله إن شاء الله عبدالله الإنترنت أصبح نظام تواصل عالمي والثورة التكنولوجية من خلالها أصبح لعالم قرية صغيرة وبدأنا نتواصل مع جميع الدول بدون حدود مرسومة لكن في ظل الأوضاع اللي قاعدة تمر فيها البلاد وكذلك الحظر الجزئي اللي يمر على الكويت حاليا صحيح استخدام الأسرة حق الإنترنت زات شلون الطريقة اللي أستخدم أو أشغل فيها الإنترنت وما هي الطريقة الأمثل لاستخدام طبعا الإنترنت عالم يعني واحد يقدر يسوي كل اللي هو يحتاجه من خلال اللي هو الإنترنت وطبعا الأسرة وقت اللي هي تكون قاعدة أكيد في البيت يا أن يكون كل واحد يستخدم تلفونها بروحها يا أن يكون نظام الشيرينج اللي هو يستخدمون راوتر يكون في البيت أنهم كلهم يشبكون على هذا الراوتر وهذا اللي إحنا انفضله أكثر شيء أن الأسرة كلها تكون شابكة على راوتر واحد لأن الراوتر الثابت طبعا في البيت يعطيه سرات إنترنت أحسن سيرفس أفضل أحسن ما يكون كل واحد فيه جهاز لأن حتى الباقات اللي موجودة على الأجهزة تكون أقل ساعة بالنسبة حق القيقات اللي متوفرة طبعا حق كل شخص وهم بعد يقدرون يستبدون من اللي هي شركات الثلاث حطة خمسة قيقات يوميا يقدرون يستبدون منها سواء بالأجهزة وحتى حق الراوتر الثابت هذه طريقة ممكن أنهم يحاولون يستبدون منها خصوصا أن الآن كل شيء يصار الحجمة موايد كبير يعني الفيديوات وصلت لـ 4K حجم الفيديو يأخذ مساحة في الاستخدام أكثر نعم ونفس أول نزل عبدالله لكن نسمع دائما إذا كل شابك النت عندي ضعيف صح كيف أقنن في استهلاك الإنترنت داخل البيت؟ طبعا التقليل الصعب خصوصا أنه لا يكون أحد يسيطر على مثل الأطفال يقول له مثلا لا تستخدم اليوتيوب أو لا تشوف شيء أنت تتبيه بس نحن ممكن نحط حلول حق الإنترنت بشكل عام أول شيء الإنترنت يشتغل عن طريق أكيد اللي هو الأبراج فالراوتر لازم يتم وضعه بالمكان المناسب داخل البيت لأن بيوتنا أغلب شيء من الطابوق الحديد داخل فيمنع السيروس أنه يديش داخل عشان نجد نلاحظ بعض الأماكن يكون فيها سيرفز طعيف صح أين نعم فأحسن مكان نحن نحط فيه الراوتر نحطه عند الدريشة تمام وبعدين إذا كان فيه شترات بالبيت يفضل أن نفتح الشترات عشان يديش السيروس عندنا لأنه أساسا كأن المكان مسكرا بالكامل فما بالت أنه يكون بعد فيه شتر ويأثر الزيادة بعدين طبعا الواي فاي في حارة تتم اختيار مكان مناسب حق الراوتر وضعه فيه داخل البيت لازم نحط مقاويات للواي فاي في الأماكن التي لا توصلها عشان الباج يقدرون يشبكون عليه يستمتعون فيه يوم عالمي للإنترنت الآمن وحاليا إحنا في حضر جزئي والأطفال زاد استخدامهم واستهلاكهم للإنترنت فيه تطبيقات من خلالها إذا نقول الأطفال قاعدوا ساعات طويلة جدام الأجهزة الذكية أقدر أنا أحافظ عليهم لازم هذا تكون رغابة الأب والأم أكثر على الأطفال بشكل عام إنه أول شي يفعلون خاصية اللي هي الشغلات اللي تكون أكبر من عمرهم ما يقدرون يشوفونها طبعا داخل اليوتيوب يقدرون يفعلون هذا يشوفون داخل العددات ويفعلون هذه الميزة اللي يسمونها رستركتر مود لازم يتم تفعيلها داخل اليوتيوب كذلك داخل أي ملصة ثانية يعني تقدم فيديوهات أو شغلات ثانية طبعا نحن ننصح أن سواء حتى الأكبر أو الأصغر أنه ما يدشون يبحثون على المسلسلات أو الأفلام داخل المواقع يعني يدش مثلا جوجل يكتب اسم مسلسل أو الفيلم مقرابة أغلبية يسويها لأنه داخل المواقع هذه في داخلها شغلات ضارة في إعلانات طبعا خادشة في مثلا فيروسات فيه وائد أمور من خلال أكثر شيء المتصفح فإحنا يفضل أن أنت تروح على اللي هي البرامج اللي تكون موثوقة أكثر اللي تكون موجودة باشتراكات شهرية أو أن تكون تقدمها قنوات وغيرها يقدرون استفد منها كذلك يقدرون نزل مثلا اللي هو برنامج الخاص في وزارة الإعلام في داخل كل قنوات الكويت من القنوات الأولى الثانية الثالثة كذلك المحطات اللي هي الإذاعة يقدرون استفدون منها سواء حق الأب ستور أو البلاي ستور يعني نظامين الأندرويد والآيفون كل عليهم من داخل يكتبون أم أو آي ويقدرون يحصطون هذا البرنامج يستفدون بث مباشر يقدرون يشوفون طبعا كل القنوات نفس الشيء المنصات هي الباجية يعني شركات الباجية يكتبون أسب البرنامج لهم يبونه وطبعا ينزلونه عندهم هذه في حالة نقول إذا واحد كان يتابع مسلسلات أو أنه حاب يكون على الطلاع أول في الأخبار أو الأحداث التي يتمر فيها البلاد هناك البعض عندهم هوايات أخرى دلنا على تطبيقات معينة نقدر أنا نقول أستفيد من وقت فراغي خصوصا الأغلبية يحب الرياضة وهناك من يحب تعلم اللغات وأيضا يعني خلنا أستثمر وكتي في البيت لكن في تطبيقات آمنة عبد الله صح في طبعا تطبيقات اللي هي الwork out أو work in داخل يعني اندور أو او دور يستفيدون منها حتى على الساعات الذكية تنزل سواء على ما بأذكر شركات معينة بس أغلب الساعات الذكية فيها اللي هو التمرين الذكي اللي هو مثلا كل تقريبا ساعتين إلى ثلاث ساعات رح يقول لتسوي حركة معينة كنوع من الرياضة واحد يقدر يستفيد من من الشغلة هذه تقريبا الأغلبية حين صاروا لنا يلبس ساعة ذكية عندما دي أنت لابسة ساعة ذكية ولا بتحولين على ساعة ذكية لازم وهم حتى فيه تطبيقات حق التلفون بالنسبة حق طبعا الرياضة وأنا قريبا أشوف الآن تقريبا الأيام هذه فيه ناس بعد تطلع برها تمشي سواء على البحر وسواء على الممشى هذا بعد ممنوع هذا في الأوقات المسموح فيها أكيد على أن نصيحة حتى الأوقات المسموح فيها يفضل مشاهديننا التباعد مطلوب التباعد الاجتماعي الجسدي طبعا وليس التواصل الاجتماعي مثل ما تفضلت عندنا ساعات قاعد تستغل بطريقة خاطئة نستغل عن هذه الرياضة خارج المنزل من خلال تطبيقات مثل ما تفضلت والحركة يمكن أضرارها حتى القاعدة طويلة داخل البيت أو مجابلة الأجهزة الدكية مدة طويل اللي يعاني من آلام في الرقبة أو الكاتف هم لها نقول أضرار أخرى الفضول غريزة في الإنسان لكن مشاهديننا فيه فضول إيجابي وفيه فضول سلبي مع الأزمة وتوقع في ناس متخصصة في الأزمة تستغل نقول هذه الأوضاع يتيك روابط صح قد تكون هذه الروابط عن طريق قصص أو عن طريق شونه صار في الديرة الفلانية استغلال نقول كوفيد نايتين في طريقة خاطئة وهذا الرابط بالتالي ما يطلع رابط ولا يطلع معلومة نضيفة إلى نقول سجل معلوماتنا لكن اختراق إلى جهازك وإلى خصوصياتك كيف عرف أن هذا الرابط أو فيه طريقة خلنا أعدل السؤال فيه طريقة أنا عرف هذا الرابط آمن وأقدر أدشه أو إن هذا هكر طبعا معرفة الرابط هذه شوية نحتاج أن نشرح فيها أكثر في حالة إذا واحد يبدأ موقع الإلكتروني من خلال المتصفح عنده يقدر يشوفه من فوق من بداية الرابط لازم يتأكد أول شي صحة هذا الرابط أول ما يبدأ الرابط سيجد أتش تي تي بي إذا لقى حرف الأس يعني سيكيور إذا ما لقى حرف الأس يعني هذا مو سيكيور طبعا هي عادة تكون حق اللي هي البايمنتز اللي هي هذا الموقع آمن أن أنا أحط الفيزا أو الكينت أو شنو يكون طبعا المعلومات اللي بإدفع أيوة بالضبط المعلومات اللي هي حق الدفع آمن ولا مو آمن طبعا إذا موجود الأس يعني مو آمن أن أنا أستخدم فيه أي نوع من الكروت اللي هي حق الدفع تمام بالنسبة حق طبعا المحتوى اللي موجود أهم نفس طريقة اللي هي المسلسرات والأفلام اللي ذكرناها نعم يفترض أن هذه المواقع هي ترى اللي راح تعطيك الشغلات اللي تعتبر مو آمنة ممكن واحد يقدر يخترق طبعا جهازك بس الاختراقي يعني ترى وايد وايد ضعيف وايد صعب يعني ما يقدر هو مثلا ياخذ صور اللي موجودة داخل الجهاز ما يقدر مثلا ياخذ الأرغام ما يقدر يتصل من الجهاز ما يقدر وايد شغلات ما يقدر يستبيد منها هو كل اللي يقدر يستبيد منه أنه هو الروابط هذه يحطها داخل الجهاز وأكثر شيء حين موجودة داخل الآيفون تكون داخل الكلندر طبعا إذا مخرجنا يحط الفيديو اللي حطينا وصلنا لهم طريقة اللي هي حذف هذه الروابط من داخل الكلندر أحيان تيك رابط بالفعل ومو هكرز ولكن كل شوي يحيك الإعلان صح طريقة الصحيحة عشان تخلص من هذا الرابط اللي أنا اللي أضفتها لجهازي صح طبعا هو المواقع بشكل عام أي موقع أنت تدشي له في ميزة التي هي يقول لك يطلع نوتوفكيشن تمام يقول لك ألاو ولا ديني نزين في حالة إذا واحد يريد يوافق أو لا طبعا واحد بشكل لا يريد يطلع ألاو ألاو على أي موقع هو يديش عليه فهذا هذا اللي يخلي الموقع يعني نشوف على الشاشة عبدالله اللي بيل تكلمت عنها نعم الآن يقدرون على أول شيء الإعدادات في حالة اللي ييمسح هي الروابط اللي داخل الكالندر نعم هذه هي الروابط نشوفها مع بعض نعم ووايد ناس معارفين شون يحذفون هذه الروابط نعم معارفين تخلصوا منها لأن كل تطلع على الشاشة وتأذيهم فطريقة الحذف ووايد سهلة خصوصا أكثر شيء اللي يعانون منها اللي هي أجهزة الآيفون والآي او اس يدرون على الإعدادات اللي هو السيتينج تمام بعدين طبعا رح ينزلون تحت شوية رح يلاقون شغلة اسمها باسورد أند أكامت اللي هي طبعا الرغم السري والحسابات بعدها رح يلاقون عندنا مكان اللي هو الاشتراكات اللي هو سبسكرايب رح يمسحون الحساب اللي موجود داخل هذا الحساب تم إضافته من خلال المواقع وبعدين رح يلاقي أنه تم حذف هذه الروابط من الجهاز هذه هي طبعا كل الطريقة إن شاء الله تكونوا عرفتوها طيب أخي عبدالله نقول أسباب سهولة اختراق الجهاز شمو الأسباب الأسباب بايدة أول شيء في روابط عن طريق الواتساب أكثر شيء الواتساب هو اللي شائع الحين وهو الأكثر استخدام بالوقت الحالي من كل شيء سواء أخبار سواء شغلات فواحد مثلا على حسن نية يدش يشوف مثلا خبر معين وما يدري وراها الرابط هذا شون صار طريقة الكود مالا طريقة الشخص اللي يمسوي أساسا شون طريقته يأخذها ويحطها بالجروب وينتشر طبعا الرابط هذا ممكن هو يقدر يعني مثلا يأخذ منه معلومات يقدر يسفد منه كم معلومات يقدر بعض الأحيان طبعا ويد صعب ويد صعب أنه يقدر يبوك طبعا الواتساب بس هذه أحد طرق ويحاولون فيها أن يطورونها بس بشكل عام يعني أكثر شيء يكون هو الرابط مثل ما حطناها على الشاشة اللي هي راح تنضاف على الجهاز بس هذا أقصى شيء ترى ما يمكنون يساونا ترى حاليا بالختام أخي عبدالله رسالة حاب توجهها إلى المواطنين أي إيميل يصل لكم من خلال طبعا الإيميلات يقول لك أن مثلا الإيميلات اللي قاعد توصل حاليا يمكنون يخترقون فيها اللي هو الانستجرام البرامج التواصل الاجتماعي بشكل عام أو أن مثلا آي تلاود ما لك يبوغون وصل لك إيميل وطلع لك فيه مثلا شعار شركة أبل أنه كأن إيميل رسمي من هذه الشركة وطبعا يقول لك مثلا إذا ما حطيت حسابك أو فعلت راح يتم طبعا حذف حسابك هذه الإيميلات وهمية أشخاص يسوونها فأديروا برؤكم أساسا الشركات ما تدز هذه الرسائل ما تهتم أصلا حق الأمور هذه فأي إيميل يوصل لكم بهالطريقة هذه لا تدشون عليه ولا تحطون بياناتكم الشخصية وحتى يستغلون نفس الطريقة هذه حق البنوك وحق الشوات الثانية طبعا الأوقات هذه حاليا استمتعوا في الوقت الذي هو الجزئي مع الأسرة أكثر شيء لحظر الجزئي يعني الاستمتاع مع الأسرة هذا أحلى شيء أصلا خصوصا أن الأبو والأم يمكنهم عيانهم يشوفون سلوكهم يشوفون كل شيء يمكنهم تراغبونهم وتشوفونهم وتنصحونهم بشكل عام وهم بعد دورنا ننصح في برامج التواصل الاجتماعي كثر ما نقدر سواء بالبرامج المفيدة أو كيفية استخدام الهاتف الذكي والإنترنت كل شكر لك أخي عبدالله عن المعلومات الثمينة التي أدلت فيها في برنامجنا شاي ضح كل شكر لك مشاهدين ننتقل معكم إلى فقرة الأستاذة هدى الصالح ونرجع لكم